إلى بريطانيا حيث جاء أعلان تعليق ببيع مجموعة من مكونات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة بعد تظاهرات حاشدة أعاقت العديد من مصانع الأسلحة عن العمل وإضرابات واحتجاجات داخل وزارة التجارة وبالتحديد في أقسام تتعلق بترخيص الأسلحة ندى خلالها الموظفون بضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل الأصوات المطالبة بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل امتدت أيضا إلى البرلمان البريطاني وخصوصا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عضو مجلس العموم جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني السابق أعلن عن تشكيل تحالف برلماني رسمي مع أربعة نواب مستقلين معرفون بمعاقفهم المؤيدة لفلسطين في هذا السياق ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن سيد جيرمي كوربين عضو مجلس العموم البريطاني زعيم حزب العمال السابق سيد كوربين وحييك على الجزيرة مباشر وابتداء قرار الحكومة البريطانية منذ يومين بتعليق 30 رخصة أسلحة كانت تقدم لإسرائيل من بين حوالي 350 رخصة سلاح هل هذا كافيا؟ هل هذا ما كنتم تطالبون به وخطوة في الاتجاه الصحيح أم دون ذلك؟ لا ذلك ليس كافيا 30 من 300 يعني ربما 10 بالمئة ثم الحكومة لم تبين عن أي عقود تتحدث من الذي سيتم تطبيقه ووزير الدفاع اليوم قال بأن ذلك لن يؤثر على قدرات الدفاعي الإسرائيل إسرائيل إضافة إلى أن وزير الخارجية لا يريد تغيير هذه السياسة تجاه إسرائيل إذن هذا البيان واضح من قبل الوزيرين نحن نحتاج إلى حظر كامل لكافة الأسلحة لوقف القصف على غزة وقتل المدنيين وهناك أمر مرتبط بذلك ليست فقط مسألة وقف إطلاق النار ولكن كذلك سحب القوات الإسرائيلية من غزة ومن الضفة الغربية اسمح لي سيد كوربين في اعتقادك لماذا اتخذ هذا الموقف الذي ترى غير كافي بالمرة ولن يكون له تأثير حقيقي على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقتل المدنيين إذن لماذا اتخذوه من الأساس أعتقد أن الحكومة البريطانية هي تغطي على فشلها وهي خاصة تحت ضغط كبير من قبل حزب العمال وخاصة من قبل الرأي العام في بريطانيا الذي رغم ما تلعبه وسائل الأعلام المتواطئة فإن أغلبية الشعب تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف إرسال الأسحاء لإسرائيل حسدت الحكومة بأنها عليها أن تقوم ببعض الحسابات وبأن مثل ما قلت تستسني ثلاثين من هذه العقود من ثلاثمائة لمحاولة ربما أن تسجل نقاط لدى الرأي العام ولكن أعتقد بأن ذلك لم ينجح وأن هذه المناورة الخبيثة لم تكن كافية لتلميع صورة الحكومة من المظاهرات في شوارع لندن في كافة الشوارع المدن البريطانية وهم لا يزالون يطالبون بوقف الدعم عن إسرائيل بالكامل وعليه سيد كوربين هل تعتقد أن الحكومة البريطانية بهذا الأداء الحكومة الحالية حكومة حزب العمال هي متواطئة أو مشاركة في هذه العبادة الجماعية التي تحدث للفلسطينيين في قطاع غزة جراء هذه الحرب الإسرائيلية نقطة مهمة جدا تذكروا بأن محكمة العادة الدولية أعطت قرارها ووصفت ما يحصل في غزة بأنه إبادة جماعية وتطهير عرق إضافة إلى محكمة الجنايات كذلك اعتبرت ناتنياهو ووزراء في الحكومة كذلك متهمين بجراء محرب إذن الحكومة البريطانية عليها أن تعيد التفكير مليا إذا ما وصلت إمداد سلاح لإسرائيل مع العلم بالقرار القانون لمحكمة العادة الدولية فإن بريطانيا تصبح متواطئة وتصبح شريكة وبالإمكان ملحقتها من قبل القانون الدولي بالإمداد بالسلاح ووزير الخارجية ادعى بأنه أزال هاتي العقود الثلاثين لمنع استهداف المدنيين ولكنه لم يشرح ما هي هاتي العقود التي تم تعليقها ومن أين يتم تصديرها العبر قبرص أم عبر طرق أخرى سيد كوربين أعلنتم عن تكتل من خبسة نواب في المجلس العموم البريطانية أنت واحد منهم بشكل أو بخر يبدو أنه رافض لأداء الحكومة البريطانية فيما يخص هذه الحرب هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذا التكتل والأهداف التي أنشئ من أجلها نعم فعلا بعد الفوز بالانتخابات رأيتم أن حزب العمال فاز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم إضافة إلى تكوين حكومة بأغلبية وعدد هذه الأصوات كانت أقل من انتخابات 2017 وذلك بسبب أن في العديد من مقاطعات البريطانية رفض العديد التصويت لحكم العمال نظراً لمساندة رئيس حزب العمال لإرسال الأسلحة لإسرائيل وأنا تقدمت الانتخابات كمستقل حتى لا أحسب من ضمن مرشحي حزب العمال وبالنسبة للزملاء الجدد الذي تفضلت بالحديث عنهم قاموا بحملات صعبة وخاصة أنهم كانوا يستندون وقف الحرب على غزة هؤلاء تضمننا وتحلفنا معهم خاصة أنهم يدعون إلى وقف الحرب على غزة وكذلك هم ينددون بتمييز العنصر وما يتم استهدافه من الأطفال في الأراضي الفلسطين المحتلة إذن كتحالف نعم نحن نعمل من أجل السلام ومن أجل العدالة الاجتماعية في بريطانيا ونريد تحميل الحكومة كل مسؤولياتها فيما يحصل بالتأكيد أنت متابع لأن من المفترض أن يكون هناك قرار فيما يخص لا نعلم قريباً أو بعيداً فيما يخص طلب المدعي العام للجنعية الدولية بإصدار قرارات اعتقال وتوقيف بحق بن يمين نتنياهو وزير دفاعي وعدد آخر من الزعماء حماس أو من قادة حماس بريطانيا كانت بعض يقول أعاقت صدور سريع لهذا القرار ثم تراجعت بعد ذلك عنه لو طلب بن يمين نتنياهو بالمناسبة أن يزور بريطانيا هل تعتقد أنه سيكون مرحباً به على الأقل من قبل الحكومة البريطانية أم لا؟ الموقف الحالي فيما يخص محكمة الجنايات بعد مذكرة اعتقال نتنياهو ومن معه ففيما يخص الحكومة السابقة سوناك قالوا بأنهم سيعترضون على هذا القرار وسيعرقلون تنفيذه ذلك هو موقف الحكومة السابقة وبعد الانتخابات وبعد تعرض الحكومة الحالية وخاصة وزير الخارجية ووزير الدفاع تم سحب الاعتراض وإذا ما أرادت محكمة الجنايات تطبيق هذا القرار فأن على الحكومة البريطانية الموقعة على معاهدات محكمة الجنايات عليها أن تطبق هذا القرار ولكنه من المستبعد بالنسبة لنتنياهو أن يزور بريطانيا لأنه يعلم بأنه سيتم أما اعتقاله أما سيتم تقديم قضية ضد الحكومة البريطانية من داخل البريطانيا إذن هذه المبادرة التي اتلقتها جنوب إفريقيا صنعت فارقا كبيرا ولكن نحتاج إلى مزيد من الضغط والحملات لوقف هذا القصف الفضيع والاستهداف للحيوات البريئة للأطفال والرجال والنساء في غزة دعني أختم معك سيد كوربين بسؤال نعام عن رؤيتك لهذه الحرب المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ونحن الآن وصلنا إلى الشهر الحادي عشر وهي متواصلة واستشد ما يقرب من 41 ألف فلسطيني فضلا عن ما يقرب من 100 ألف مصاب كيف ترى هذه الحرب الآن وكيف ترى حتى إصرار بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء على عدم الذهاب لصفقة وإنهاء هذه الحرب في كل فرصة لوقف الحرب بالنسبة للحكومة الإسرائيلية والوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الحيوات ووقف القتل والذبح الذي يحصل في غزة هم يتمدون ويواصلون القصف خاصة عندما نصل إلى نقطة قريبة من أي صفقة فإن القوات الإسرائيلية تختلق الذراء لاختلاق أي أسباب لقصف الملاجئة والمخيمات وكافة المناطق ما تقوم به دولة قطر ومصر من جهود حميدة للوصول إلى وقف إطلاق النار للأسف لا يكفي يجب أن يكون هناك ضغط كبير من قبل المجتمع الدولي حتى لا نخسر أكثر من 41 ألف ممن لقوا حتفهم إضافة إلى الجرحة لبدل الجماعية ناتنياهو رأينا يظم بعرض الحائط قرارات محكمة العادل الدولية ومحكمة الجنات أنه لا يريد إيقاف هذه الأعمال الإجرامية الفضيع فقط من أهل البقاء في منصبه السيد جيرمي كوربين عضو مجلس العموم البريطاني الزعيم السابق لحزب العمال كنت معي من لندن شكرا جزيلا لك سيد كوربين شكرا جزيلا لك